مواقع الدارك ويب هو جزء مظلم من شبكة الويب يمكن شبكة الويب اللي احنا بنشوفها أو بنتعامل عليها يومياً المواقع المختلفة والويب سايتس المختلفة احنا بنقسمها إلى ثلاث مستويات المستوى الأول بنقول عليه السيرفيس ويب أو الويب السطحي ودي عبارة عن المواقع الويب العادية اللي كلنا بنشوفها وبنتعامل معاها ودي بنسميها مواقع مفهرصة تاريخ ظهور الويب يمكن بعد ما ابتدت تظهر شبكة الانترنت بصورة كبيرة وانا اعتمد عليها في حياتنا وفي العديد من المجالات لا او مش بالعديد ده بقى كل المجالات لو تتمنى اصلا اي حد بيفكر في اي حاجة بياخد الموبايل وجوجل بقى يستريش على كل حاجة في اي وقت فاحنا بنستخدمها في جميع المجالات يعني يمكن ينقول في الصحة في التعليم في كل المجالات فمعتمدين عليها بصورة كبيرة فشبكة الويب يعني زي ما بنقول انتشرت كنتشار النار في الهاشين ومن هنا بدأ يظهر لنا ما يسمى بمحركات البحث لان عدد الويب سايتس بقت كتير جدا فبقى عندنا محركات بحث زي جوجل وخلاف اللي بنقدر من خلالها ان احنا نسيرش على اي محتوى احنا عايزين بالزبط كال الانترنت السطحي اللي احنا بنقول عليه واللي بيمثل 4% من حجم مواقع الويب اللي موجودة حول العالم هي دي المواقع المفاهرصة اللي بتشوفها محركات البحث كجوجل وخلافه زي جوجل وبينجي وياهو يعتبر اشهر محركات بحث يعني فدي الجزء اللي هو المفاهرص اللي هو اندكسي يعني الفيزابل عشان كده قولنا عليه السطحي او المرئي ويمكن نصحح معلومة كتير بيقولوا ان احنا ما بنشوفش غير المواقع دي بس ودوت مش صحيح ده كده سيفتي لينا ده اللي احنا بنستخدم اللي هو السطحي ده كده ده المرئي ودوت النورمل اللي هو عليه معظم المحتوى اللي احنا بنشوفه يعني بس في جزء تاني وجزء ضخم جدا من صفحات الويب اللي بنقول عليه الديب ويب الديب ويب ديت لحظة بقى ما تاخدناش في فدوكا كده ده ده كنت لسه هقول لحضرتك احنا سمعنا عن مصطلحات كتير لأيام دي واحنا برضو مش عارفنا قوي اللي هو الدورك ويب والديب ويب والدورك ماركت طيب بزيط ما هو فعايزين بقى برضو نعرف سادة المشاهدين التالتة دول عبارة عن ايه خلاص احنا عارفنا اللي هي الدورك ويب نعرف بقى الدورك ويب عبارة عن ايه والدورك ماركت طيب احنا قلنا احنا عندنا جزء 4% من شبكة الويب المنتشرة حول العالم ده اللي بيمثل الانترنت الماري او السيرفيس ويب اللي احنا بنشوفه عبر محركات البحث تمام فيه جزء كبير احنا بنمثل حتى التلات مستويات اللي انا قلت عليهم اللي هما السيرفيس ويب والديب ويب والدورك ويب بيمثلوا بجبل الجليد اللي هو احنا شايفين قمة الجبل اللي هما بيمثلهم الـ 4% ولكن الجزء الاكبر من الجبل ده بيبقى مخفي تحت سطح الماء او موجود في قاع المحيط يعني مش شايفين ومش فيزبل فاحنا عندنا جزء كبير من صفحات الويب اللي بنقول عليها الدارك ويب يعني ايه دارك ويب يعني صفحات غير مفهرصة لا تستطيع محركات البحث الوصول لها يعني انا لو دخلت على جوجل اسيرش عليها مش هيشوفها لان دي مواقع غير مفهرصة فده الفرق بين الانديكس الويب سايت اللي هي المرئية لمحركات البحث مش لينا والدارك والديب ويب اللي هو غير مرئي لمحركات البحث بس احنا بنشوفه زي ايه طيب اللي احنا بنشوفه؟ طيب ندي امثلة زي ايه؟ في بعض مواقع بتقيد الوصول الى المحتوى وفق صلاحيات معينة زي مثلا لو حضرتك دخلت على منصة لمشاهدة بعض الافلام اللي هي بتبقى مدفوعة القيمة يعني فاذا انا عشان اشاهد المحتوى دوت لازم ادفع مبالغ مالية معينة زي لو انا دخلت مثلا على الحساب بتاعي على الجيميل او على اي منصة بتتطلب ريجستريشن يبقى ليها يوزر نيمو باسورد انا عشان اشوف المحتوى ده بحتاج ان انا احط اليوزر نيمو والباسورد فاذا احنا مقيد فيه تقييد للوصول الى المحتوى وفق صلاحيات معينة زي مثال بسيط جدا احنا لو دخلنا دلوقتي على موقع وزارة الداخلية عشان نستعلم على مخالفات العربية او السيارة بتاعتها فانا بحتاج داتا معينة علشان يديك او يسمح لك ان انت تدخل ويديك المعلومات اللي انت محتاجة ده اللي احنا عشان نقيد الوصول الى المحتوى ده مش اي حد يشوفه بقى فيه نوع من الامان والخصوصية يبقى الشخص المعني بهذه الداتا او بهذه البيانات هو الواحد اللي قدر يوصل لها وفق صلاحيات معينة فيه امثلة بقى نقيص على كده امثلة كبيرة جدا يعني لو احنا مثلا في المجال الهيلسيكير او المجال الصحي فبرضو الميديكال مثلا ريكورد بتاعت المرضى او البيانات اللي هي بتاعت المرضى بنقيد الوصول لها وفق صلاحيات معينة مش اي حد هيقدر يشوفها تبقى سفتي او امان ليهم يعني كده تلقى لهم شخصي الديب ويب ده جزء من الويب احنا كلنا بنستعمله ما فيش فيه اي خطورة خالص وده يمثل تسعين في المية البقية من شبكة الويب اللي منتشر حول العالم لكن الاربعة في المية دي دي اللي بنقول عليها اللي هي المواقع المفهرسة اللي بتستطيع محركات البحث الوصول لها لان بعض الاخطاء الشائعة لده الكثير من الناس اللي بيقول ان احنا ما بنشوفش غير الاربعة في المية دولا ده مش صحيح مواقع الديب ويب احنا كلنا بنقدر نخش عليها هي مواقع تاني بتقيد الوصول للمحتوى وفق صلاحيات معينة احتاج شروط معينة بالزبط كده عشان نرمن الخصوصية زي ما بنشوف كده في اعلانات يقولك طبق الشروط والاحكام مثلا هي الفكرة كلها ان احنا عشان نضيف نوع من الخصوصية والامان لبيانات الايه المستخدمين طيب انا دلوقتي كحد بيعمل سيرش او حاجة زي كده لو بعمل سيرش على الدارك ويب وانا كان رمينا عايز ادخل على حاجة لا على الديب ويب بقى عشان احنا لسه ما اتكلمناش ايه هو الدارك ويب يعني ما فيه حاجة تالتة اللي هو الدارك ويب اللي احنا هنقوله اللي احنا هنقوله احنا خلاص عارفنا الدارك ويب ده خلاص بندخل عليه عادي بس بيحتاج داتة معينة ليه نحنا بالزبط علشان يسمح لنا يدينا المعلومات اللي احنا دخلين اصلا علشانه مظبوط تمام؟ مظبوط طيب نيجي بقى للدارك ويب طيب الدارك ويب ده بقى الجزء الاخطر في شبكة الويب سبب ظهور الدارك ويب هو ايه؟ هو ان احنا ازاي نطمس هوية المستخدمين احنا واحنا بنستعمل الويب العادي او صفحات الويب العادية بنبقى محتاجين نكون متصلين على شبكة الانترنت وانا متصل على شبكة الانترنت بيبقى عندي هوية الهوية دي اللي هي الـ identity بتاعتي او الـ IP address الخاص بالجهاز اللي انا داخل بيه على شبكة الانترنت من خلال الـ IP address ده احنا نقدر نتتبع الشخص اللي بيستخدم شبكة الانترنت اقدر احدد مكانه واقدر احدد هويته يعني كمان جهات الانفاذ القانون او الجهات الرقابية تقدر عن طريق مزود خدمة الانترنت في البلد اللي موجود فيها الشخص ده تديني بيانات زيادة او معلومات اضافية عنه لان حضرتك لما رحت تعملي اشتراك الانترنت في مزود الخدمة دي تيلو البيانات بتاعتك زي عنوان السكن البطاقة بالزبط كل التفاصيل ده فاذا احنا بنتعامل على الـ service web او على الـ deep web بنتعامل بهوية وضحة او مكشوفة يعني يستطيع الجهات الرقابية ان هي تعرف الـ identity بتاعتي وحتى كمان اي اشخاص بتتجسس على الاتصال ده زي المخترقين وخلافه بيبقى عارف الهوية بتاعتي اللي هو الـ IP بتاعي او الـ identity بتاعتي وكمان الـ identity او الـ IP بتاع الموقع اللي انا بدخل عليه لكن ما يعرفش محتوى الرسالة احنا خلينا نلخص نقول ان عملية التواصل في حد ذاتها بتنقسم لثلاث حاجات راسل تمام ومرسل اليه ومحتوى مظبوط كده بالزبط كده في بداية ظهور شبكة الـ web كانت ثلاث حاجات دولة تواضحين للجميع يعني اي حد بتجسس على الاتصال كان يقدر يعرف الرسل ويه المرسل اليه وكمان المحتوى يعني اكننا كلنا كنا عاديين في الشارع ثم بدأ المهتمين بالامان والخصوصية طوروا بعض البروتوكولات من ضمنها بروتوكول اسمه HTTPS يعني كلنا لما بنيجي ندخل على اي ويب سايت هنلاقي مكتوب قبل منه كده في صفحة الانترنت HTTPS ده البروتوكول واتن سلاش كده وبعد كده ده البروتوكول اللي بيقوم بتشفير المحتوى بتاعت الرسالة أثناء اتصالنا بشبكة الويب فإذا هنا المحتوى احنا ما نعرفوش بس لسه عارفين المعلومة بتاعت الشخص اللي بيتصل وبيتصل بمين بيخش على موقع ايه فإذا مزود خدمة الانترنت أو أي حد بيتجسس على الاتصال دوت بطريقة أو بأخرى يعني بيقدر يعرف هوية المستخدمين وده كان بيمثل خطورة شديدة لبعض الجهات نقول الأمنية يعني لأن المعلومات الأولية دي قد توصلني إلى محتوى الرسالة ايه بمعنى أننا لو حصل عندي كجهة أمنية تسريب لبيانات وبتدي تعرف أن فيه شخص بيتواصل مثلا مع جهة إغبارية مع حد عميل مثلا يبقى خلاص أنا بعرف أن الشخص ده هو اللي قام بتسريب البيانات المعلومات فبدأ بعض الناس اللي عاملين فيه أو النشطاء اللي عاملين فيه سلاح البحرية الأمريكية وعلى رأسهم عالم الرياضيات الشهير اللي اسمه بول سيفرسون ابتدوا يطوروا مجموعة من البروتوكولات أو أنظمة الاتصال اللي بتعمل على تشفير أو طمس هوية المستخدمين أثناء استخدامهم لصفحات الانترنت فبالتالي أنا ما ببقاش عارف الراجل دوت مين كهوية كايدنتي مش عارف مكانه فين ومش عارف هو بيخش على موقع أيه عشان كده احنا سمينا الجزء ده من الانترنت اسمه الدارك ويب أو الانترنت المظلمة كنا ندخلين في غرفة شديدة للظلام فاحنا مش عارفين مين موجود جوه واللي جوه مش عارف مين اللي داخل فعشان كده كان بداية ظهور الدارك ويب هو استخدامه فيه الاتصالات السرية بين بعض الأجهزة الأمنية لكن دلوقتي بقى الوضوع ما بقاش أمني بقى فيه خطورة دلوقتي بالضبط لأن تحديدا في 2003 بدأ يتم طرح المشروع ده للاستخدام العام بعد ما تم تطويره عن طريق البحرية الأمريكية بتدوا عملوا مشروع حاجة اسمها زاونيون راوتينج أو اللي احنا بنقول عليه باللغة العربية التوجيه البصل يعني موسيقى